اهلا بكم في النشاة الرياضية توجه منتخبنا الوطني ببطولة كأس آسيا لكرة اليد للناشئين وذلك بعد فوزه على منتخب اليابان بـ 25 هدفا مقابل 22 ضمن البطولة التي يقيمت في الضيافة مملكة البحرين لتتأهل منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب منتخبنا لبطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في جورجيا العام القادم احرز سين منفردي لعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو الميدالية الفضية باحتلاله المركز الثاني في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الأساتذة والتي يقيمت في مدينة لاسبيكاس بالولايات المتحدة الأمريكية نهاية شهر أغسطس الماضي بنظام الأحزمة والأوزان بحسب قوانين الاتحاد الدولي للجوجيتسو وقدم منفردي أداء رائعا في المواجهة النهائية لكنه خسر في النهاية باحتساب النقاط ترجمة نانسي قنقر